بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماتت بنت إسحاق وأخت يعقوب ماتت من فتحت قلبها وبيتها ليوسف الصديق فماذا سيجري في الأيام القادمة؟ سنرى علينا أن نحرص أغنامنا من الذئاب الخبيثة يهوذة، فيما شرودك؟ يهوذة أفكر في يوسف كلنا نفكر في حب أبينا ليوسف ولابد أن نكون يداً واحدة ضد يوسف سأقرر ماذا نفعل ولا أريد أحداً منكم أن يعترض على ضرورة التخلص من يوسف وما الذي سنفعله للخلاص من يوسف؟ لا تتعجل يا رأوبين فإننا ما زلنا نفكر في الأمر الجلد لا أدري إلى متى هذا التمييز ليوسف من أبيه ومن قبله فائقة إن أولادنا يشتعلون غيظاً يا بيلها كاد الغيظ أن يفتك بهم ماذا لو أصبح يوسف؟ هو النبي من بعد أبيه يعقوب يازلفة ونال هذا الشرف العظيم لا أدري ما الذي يمكن أن يحدث ولكن يوسف له هيبة ومكانة بين الناس بالرغم من صغر سنه نعم إنه جميل وذكي وخلوق ولا يختلف على هذا اثنان نعم وإن أباه يعقوب في سعادة كبيرة به فهو خير خلف له ماذا جرى لك يا يهودة؟ لقد هجمتنا الذئاب اللعينة الذئاب؟ الذئاب؟ وماذا فعلتم؟ وكيف حدث ذلك؟ كنا نتحدث عن يوسف وفجأة هاجمت الذئاب القطيع يوسف يوسف المشكلة الكبرى في حياتنا هي يوسف هو بالفعل مشكلة ولكن ستنتهي قريبا لك الله يا يوسف ما كل هذا الحسد ضدك يا نبي الله وجاءت الليلة الموعودة جاءت ليلة الرؤية التي غيرت مجرى حياة يوسف وأبيه يعقوب وجاء موعد فاصل في حياة يوسف رأى يوسف أحد عشر كوكباً والشمس والقمر له ساجدين يوسف يوسف سيتحول إلى علامة فارقة في تاريخ الأنبياء والصالحين يوسف سجد له الشمس والقمر وقص يوسف رؤياه على أبيه وخاف يعقوب على ولده يوسف من حسد إخوته ومنعه من قص الرؤيا عليهم مخافة أن يكيدوا له مكيدة لا يستطيع يوسف الصبي تحملها وتعجب يوسف من نصيحة أبيه يعقوب له بعدم التحدث برؤياه على إخوته وأطاع وسمع لأبيه دون جدال ترجمة نانسي قنقر رحمك الله يا أختي الغالية رحمك الله يا أم يوسف لتعلم يا بني أنك ويوسف مثل أبنائي بعد موت أمكم راحل هيا يا إخوتي فإن الأخت أم لإخوتها هيا يوسف أمانة في عنقي وقد أوصتني أختي راحل به أنا لا أتحمل على يوسف وبنيامين الحزن كلما ابتعد عني يوسف كلما ازددت قلقا عليه يدينا وظل يعقوب محافظا على يوسف حتى لا يمسه أي سوء من إخوته الذين دبروا أمرا للخلاص من يوسف لقد أبلغتكم عما سمعت من رؤية يوسف وتفسيرها فماذا أنتم فاعلون؟ فقد كنت إلى جوار يعقوب ويوسف وهم يتحدثان إن أبانا لفي ضلال مبين لقد نفد الصبر يا إخوتي كيف يرى أحد عشر كوكبا له ساجدين؟ والشمس والقمر أيضا؟ معنى هذا أننا سنكون عبيدا بين يديه لا بد من وضع نهاية لما يحدث بيننا وبين يوسف ماذا ترى أنت يا يهوذة؟ القتل الدم لا يا أخي لا إلا القتل وما البديل إذن؟ إلا القتل يا إخوتي إلا القتل من الممكن أن نفرق فقط بين يوسف وأبينا لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم إني أسألك من فضلك العظيم اللهم احفظ يوسف بن يعقوب من الحاقدين ومن الحاسدين فإنه قرة عين أبيه يا رب العالمين يا زاهد هل يساورك القلق فيما يدور حول يوسف؟ نعم فليس للناس حديث فيك العان غير هذا الذي يحدث من إخوتي يوسف تجاه مع كل هذا الحقد يحدث أي شيء يتقي فيوسف منذ ولادته محبوب من الجميع وهذا ما جعل إخواته يحسدونه وربما أرادوا إيذاءه ربما لكني لا أدري ما الذي يفكر فيه هؤلاء الفتية لقد اتهموا أباهم يعقوب النبي بالضلال وظنوا فيه ظن السوء أنه ظلمهم بحبه ليوسف وكان يعقوب يتعبد لربه أن يهدي أبناءه وحيداً يا يعقوب في خلوتك مهموماً وحزيناً لما يجري بين أبنائك ما رأيكم لو أخذنا يوسف معنا إلى الصحراء ونحن نرعى الغنم؟ أعتقد أن أبانا سيرفض خروج يوسف معنا إذن يذهب بعضنا لأخذ موافقة أبينا لاوي فلتذهب أنت وخذ معك يشجر اشتركوا في القناة وإنما قال لهم يعقوب هذا لأنه رأى في منامه كأن يوسف على رأس جبل وكأن عشرة من الذئاب قد شدوا عليه ليقتلوا وإذا ذئب منها يحمي عنه وكأن الأرض انشقت فذهب فيها فلم يخرج منها إلا بعد ثلاثة أيام فلذلك خاف عليه من الذئب ورفض يعقوب خروج يوسف مع إخوته خشية أن يأكله الذئب قال إنه ما زال صغيرا ويخاف أن يأكله الذئب ألم أقل لكم إن أبي سيرفض هذا الخروج أبي يحب يوسف ولا يستطيع فراقه لابد أن يخرج يوسف إلى الصحراء لابد إنها مسألة حياة